اشتركوا في القناة سيدنا وليام الشومالي لكنيسة اللاتين في الأردن صباحك نور أبونا صباح نور دكتورة باسمة وأنا سعيد أكون معك ومع الجمهور الكريم من مشاهدي نورسات إحنا سعيدين كمان تواجدك معنا بكير اليوم واليوم كمان عيد في الأردن اللي هو مش بالأردن كل العالم العربي والإسلامي السنة الهجرية نعم فمن حي كل إخوتنا والأمة العربية والإسلامية بيعيدهم المبارك كل عام بخير جبناك يوم عطلة كل عام وهم بخير فعلا وأنتو ما عندكم عطلة سيدنا دائما على تواصلوا دائما بالعمل بالخدمة بأي ساعة يعطيك العافية سيدنا الله يزيدك عافية شكرا شكرا لكم إحنا طبعا منحي كل أشخاص ومصبع عليك كل الأشخاص المتواجدين معنا على صفحتنا ومنقول للجميع صباحكم نور ومريمي بامتياز يا أمل السلمان ونسرين حزبون وصحار النعمان بصبحوا عليك سيدنا ومبسوطين في طلتك على شاشة النورسات شكرا لهم تسلموا يا رب في ولادتك حفظة البتولية وفي رقادك رقادك ما تركت العالم يا والدتلي اليوم حلقتنا بنتحدث عن عقيدة انتقال السيدة المريم العضراء في النفس والجسد بعد قليل رح نتحدث مطولا ونجاوب على كل الأسئلة اللي وصلتنا كمان على صفحتنا من الإعلان وأيضا سيدنا رح يعطي فكرة كاملة عن هذه العقيدة وهي واحدة من العقائد الكنسية الأربعة اللي أعلنتها الكنيسة في كنائسنا صباحكم نور أي أسئلة بتحبوا تسألوها مباشرة لأنه ممكن تكتبونا على صفحتنا على الفيسبوك نحن إن شاء الله نتواصل معكم ونجاوبها وبالنسبة للاتصالات على 065833 773 هلأ الشباب بيكتبوا التليفون على الشاشة طبعا نحن بنشاطاتنا الكنسية المعتادة بنورسات واللي بتتابعوها على صفحتنا من نشرة الأخبار كل النشاطات الكنسية الرعوية والشبابية ومثل ما لاحظنا زيدنا رجع للنشاطات حتى كمان الشبابية من مخيمات وأنشطة تجمعات شبابية مختلفة مع إنه إحنا لازلنا نرزح تحت وطأة فيروس كورونا ولازلنا نستعمل الكمامات والأعداد عم بتزيد فدائما نطلب الحرص حرص الجميع على الالتزام بالتعليمات اللي بتفرضها علينا وزارة الصحة وأيضا أوامر الدفاع في المحافظة على التباعد وأيضا على عدم التجمعات أكثر من العدد المحدد اللي بتحدده الدولة وأيضا سلامتكم وسلامة الجميع اللي على أسرة الشفاء نطلب منهم صلاة خاصة كمان لإلهم ربنا يشفيهم وأيضا اللي فقدوا أعزاء لهم هذه الفترة الأخيرة منعزيهم الله يرحم الجميع برحمته في البداية قبل ما نبلش أو نبدأ بموضوعنا منطلب صلاة من سيدنا لنبدأ برنامجنا فضل سيدنا اللهم الآب القدير نكل إليك عالمنا المتألم متألم صحيا وبائيا اقتصاديا سياسيا اجتماعيا نصلي من أجل الأردن من أجل لبنان من أجل سوريا من أجل فلسطين من أجل كل بلدان العالم حيث هناك صعوبات خاصة اشفي يا رب عالمنا من فقره الروح وفقره المادي اعطينا دائما روحك القدوس لكي يليمنا نحن وقادة العالم فكرة الخير وعمل الخير أنت الحي المالك إلى دهر الدهور آمين آمين يا رب سيدنا على بما أنه هذا اللقاء إحنا التقينا فيك عدة مرات في مناسبات عدة لكن هذا اللقاء الأول على برنامج صباحكم نور كنا نتواصل معك على التليفون كون الكورونا بعدتنا جسديا لكن إحنا أرواحنا حسينا أنه في طلاقي وقرب أكتر فيعني إحنا بعيدا عن موضوعنا لهذا الصباح ماذا غيرت كورونا في نفس سيدنا ويليام صحيح أنا مريت بمحنة كورونا مرضة تهدد شهر كامل فلما الواحد بمرض غير ما يسمع عن غيره مرض وأنا معتقد بعتقد جازما بأنه ربنا تدخل وأعطاني نعمة الشفاء كان الإمكان الأمور تزداد سوءا فمن ناحية خبرتي بكورونا الشخصية أنه الإنسان ضعيف وفيها شاشة ومحدودية فما الإنسان يفكر حاله مخلد تنين ربنا بتدخل في حياتنا إذا إحنا نصلي نتكل عليه ونطلب مساعدته إن الله لا يحرم النعمة من يسلكون سبيل الكمال فأنا فعلا هذه خبرتي بنقلها للآخرين عيشوا حياتكم الإيمانية حتى لو في صعوبات واتكلوا على العناية الربانية التي لن تأخذل أحدا حتى هلا الصعوبات الموجودة في دواد العالم خصوصا حاليا منفكر أكثر شي في لبنان بسبب الصعوبات السياسية والوبائية والاقتصادية والاجتماعية إن شاء الله لبنان بخرج من هذه المحنة بالتضامن أولا بين فئات الشعب اللي هناك لأنه ما حق جلدك غير وظفرك ما يركنه أهل لبنان على أنه الآخرين يحلوا مشكلتهم بدهم يحلوها من الداخل بالتضامن والحوار الهادئ إن شاء الله بطلعوا منها بأقرب وقت وبعود لبنان إلى مجد السابق آمين سيدنا شكرا إلى كل انفتاحك على المشاهدين ولألنا تتعطينا خبرتك في كورونا خاصة أنت كنت كمان صبت في هذا الفيروس وكنت بعيد عن الأردن كمان مثل ما بتذكر كنت في الأراضي المقدسة فربنا يشافل جميع سيدنا وفعلا كورونا غيرت في حياتنا في كتير من الاتصالات والأسئلة اللي بوردتنا أنه لماذا ما تدخلوا القديسين اللي بيشفعونا دايما بحياتنا وبيعملوا أعجيب في حياتنا أنه ما تدخلوا يمنعوا الوباء عن البلاد عن الأماكن اللي مثلا هذا السؤال الخاص في لبنان أنه مرشربل عم بيقولوا لنا أنه لماذا مرشربل ما تشفع للبنان وعحماها فبالنسبة لموضوع الشفاعة والشفاعة وبالنسبة لتدخل القديسين في عمل المعجزات حياتنا بتكون المعجزة شخصية لنفس البشرية المؤمنة فما بتكونش شفاعة أو معجزات جماعية يعني أو خاصة لبلد معين مع أنه هلا لبنان تصلي من أجل سيدنا البترك الراعي بيصلي من أجل لبنان للوباء لوضعها الاقتصادي والسياسي يوميا يوميا فبالصلاة ممكن النعمة تعطينا ممكن النعمة شخصية تكون أكتر ما إنها هي نعمة أو معجزة جماعية فطبعا كل إنسان حسب ما يؤمن كل إنسان حسب ما يعتقد فحياتنا كلياتها إن شاء الله بتكون بنعمة ربنا دائما مدام وجود ربنا بحياتنا فسيدنا ماذا تقول للأشخاص اللي بيسائلوا ربنا وبيسائلوا القديسين لماذا لم يتدخلوا الواقع أي نعمة هي تفاعل وتشارك بين الله والإنسان ربنا لا يقحم الإنسان الإنسان يجب أن يطلب النعمة ويتجاوب معها يعني أريد أن أعطي مثل إنجيل واضح لما يسوع رحل ريحة وزك التقى بيسوع وتاب ورجع للفقر أموالهم وتبرع بنص أمواله بحاجة فالواقع يسوع عمل جهد أجل ريحة بس زك عمل جهد وطلع الشجرة يسوع عمل جهد وقال له أنا عندك اليوم انزل على عجل زك سبق وعمل مأدبة وعزم كل أصدقائه يسوع دخل آل الخلاص لهذا البيت دخل الخلاص زك قال سأعطي نصف أموال للفقراء هي الواقع خطوة من يسوع وخطوة من زك بس يسوع ما رأى زك من بيته قال له تعال يا زك غصب عن أبوك بدك التوب يعني زك بمجرد أنه عمل جهد صغير طلع الشجرة مقابل هذا الجهد يسوع عجل من الناصرة لريحة فربنا بعمل جهد كبير تجاهنا بس في جهد صغير لازم نعمله إحنا وما نتهم ربنا بأشياء هذيك اليوم توفى شب على طريق الجنوب الله يرحمه بس كان يسوق بسرعة جنونية وبتلفن وفي طريق ضيقة وفي طلعة ومش شايف مين اللي جاي مقابله فما منقدر نتهم ربنا إنه ربنا بده الشر إلنا إحنا نستعمل الوزنات اللي ربنا أعطانا إياها بعدين نصلي مش ما نعملش ولا إشي فهذا بنطبق على العالم كله يعني صارت حرب عالمية أولى وتانية ربنا ما وقف الحرب إلا بعد ما الناس صلت وبدت تشتغل للسلام ربنا بارك نعم فربنا بده جهد ممكن واحد بالمية جهدنا بس لازم نعود الواحد في المية نعم فهذا هو إنه وما نوقف عن الصلاة لأنه اسمه قلة إيمان منظلنا نصلي ومنظلنا نشتغل والنعمة بتيجي بالوقت المناسب إن شاء الله نعم سيدنا بالنسبة في بعض الأسئلة وممكن خارج عن نطاق عليم وجاهي لهلا ما لم ما لم يحدث قوى أخرى وننجبر إنه نعود أونلاين لكن لهلا هو وجاهي ومدارس البطركية تاب على منظومة المدارس الأردنية الأردنية كلها مش تابعين لمنظومة المدارس الخاصة بس المدارس الخاصة كمنظومة تتبع التعليمات التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم نعم نعم إذن تعليم حد الآن رح يكون وجاهي ما لم تصدر تعليمات أخرى حسب ممكن الوضع الوبائي في البلد كمان ممكن تزيادة الأعداد بفضل الأهالي كمان إنه يحمي أولادهم خاصة إنه مع المطاعم عم يسمحوا من عمر 12 سنة وطالع بس الأهالي لسه متخوفة من التطعيم فاللي متخوفين من التطعيم وبدهم كمان تعليم وجاهي فهون في تحدي كبير للدولة يعني هذا مثل إنه مننا ربنا يشفيين ومناش نطعام نعم يعني بس فيه 1% من الجهود لازم أعمله أنا صح فبالعكس أنا بشجع المطاعم يطاعم يعني ما فيش مؤامرة في ناس بيحكوا عن مؤامرة ما فيش مؤامرة هذا فيروس ثبت وجوده وركعنا على إجرينا وما برفعنا عن الأرض إلا اللقاح أو الدواء إذا أوجدوا دواء بس الدواء مبين رح يتأخر فأسهل شي نقبل باللقاح الأول والثاني فربنا بده إينا نستعمل فكرنا عقلنا وبعدين هو بتدخل أمان أنا ما بطعمش وربنا أنقذني بحط إيدي بالنار بقول يا ربنا خلي إيدي ما تحترقش ربنا بيقول حبيب يزيح إيدك وريح لي صح مضبوط زي ما أنت حكيت خطوة من عنا وخطوة من ربنا يعني ربنا بقول لك يا عبد اسعى وانا بسعى معاك إسلام تمك إسلام تمك فسيدنا إحنا طبعا بدنا نيجي على موضوعنا اللي إحنا متواجدين فيه هذا الصباح واللي إحنا منحتفل فيه من بداية شهر ثمانية اللي هو عيد شهر مريم العذرة عيد انتقال السيدة العذرة فيه ناس بيقول عيد انتقال وفيه ناس بيقول عيد الرقاد وفيه ناس بتحكي نياحة وزياحة فهلا سيدنا رح تعطينا انت معاني لهذا الشهر معاني أسامي هذا الشهر اسم هذا الشهر نفصل بين معنى الرقاد ومعنى الانتقال وأيضا هذا العيد أصل هذا العيد في أكنائسنا من أين وجد خاصة انه منذكر في الكتاب المقدس فمن أين أخذت الكنيسة عقيدة تؤمن بها لستنا مريم العذرة عقيدة انتقال السيدة بالنفس والجسد نعم في اعتقاد قديم بالكنيسة انه مريم العذرة أم السامنية لم تبقى في القبر نعم بعد موتها هي ماتت زي ما كل الناس تموت نعم ودفنت لكن لم يبقى جسدها في القبر بل انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد هذه موضوع العقيدة اللي أعلنت سنة 1950 كعقيدة على يد قداسة البابا بيو 6-12 لكن هو أعلنها ليس هباءا وتجاوزا أو عشوائيا إنما أعلنها بناء على إيمان سابق لدى المؤمنين يعود إلى القرن الثاني إنه العذراء لم تبقى في القبر لدينا لدينا كتب هي ليس أنجيل من الأنجيل الأربعة تسمى أنجيل منحولة أبوكريفا تصف كيف أن العذر ماتت أجل رسل من كل أنحاء العالم دفنوها في كتاب في كتاب من الكتب اللي اسمه ترانزيتوس مارية أو عبور مريم نعم عبور عبورها من الموت إلى الحياة هذا الكتاب يعود إلى القرن الثاني في هذا الكتاب يقول صاحبه إنه توما الرسول كان غايب لما ماتت العذراء فقالوا له العذراء ماتت ودفنة قال لهم أنا بصدقش إلا إذا شفت القبر فأخذوا له القبر هذه طبعا قصة تقدر تقوله جميلة تقوية بس ممكن ما تكونش تاريخية لأنه هذا الكتاب لا يدعي إنه كتاب تاريخي زي الأنجيل الأربعة أبدا الأنجيل الأربعة هي كتب تاريخية على الإطلاق بينما الكتب اللي كتبت لاحقا هي كتب تقوية كتبت لتمرير فكرة معينة موجودة عند الشعب فيقال إنه الرسل راحوا معتومة فتحوا القبر ملقوش جثمان العذراء لكن وجدوا مكانه ورود تفوح رائحتها ففهموا إنه لم يبقى الجسد هناك هلأ أنا بقولش إنه الإيمان بالانتقال أجى من الأسطورة هذه لكن الأسطورة ولدت تثبيت لعقيدة في قلوب المؤمنين إنه هذا الجسد جسد العذراء الذي حمل الكلمة الأزلي اللي عاشت طاهرة لم تجد الخطيئة إلى نفسها سبيلا هذه العذراء القديسة أم المسيح لم يكن يليق أن تتعفن وأن يأكلها الدود زيها زغيرة ربنا باركها كافأها وهذا استباق لما يحدث سيحدث لنا في آخر العالم عندما ستقوم الأجساد وسنتمجد نحن أيضا بجسدنا فالجسد هو شريكنا في عمل الخير زي ما هو شريكنا في عمل الشر نعم فسنكافأ أو نعاقب لا سمح الله أيضا مع هذا الجسد اللي كان شريك في الخير والشر فموت العذراء وانتقالها هو استباق وسورة مسبقة عن مصير كل واحد من أبناء الكنيسة نعم سيدنا كمان بالنسبة للعقائد الكنيسية اللي بتخص سيدتنا مريم العذراء فهي تسلسلية يعني عقيدة الأمومة أنها والدة الإله ومن ثم عقيدة البتولية أنها حاملت من دون طبعا وهي بتول وعقيدة الحبل بيلاردنس أنه هي مريم العذراء ولدت كمان أيضا من خالية من الخطيئة الأصلية فتسلسل العقائد يعني إجا بشكل منطقي يعني مدروس أنه من عقيدة إلى أخرى فكان عند موتها لسيدتنا مريم العذراء أنه تكون عقيدة الانتقال بالنفس والجسد أنه حشى لهذا الجسد أن يتحلل أو الذي حمل بالإله أنه يعرف الفساد فساد القبر فتطور الكنيسة في بعض العقائد أو بعض الأمور بتحسها أنها بشكل مدروس ما عم يجي من فراغ أو من حتى لو ما هو مذكور في الكتاب المقدس فكيف الكنيسة تجتمع لتعمل عقيدة لتبحث عقيدة بالواقع هو الروح القدس الذي يقود الكنيسة وسأبقى معكم إلى دهر الدهور وأبواب الجحيم لن تقوى عليها الروح القدس الذي يقود الكنيسة فالعقائد أعلنت في وقتها خصوصا بعد خلافات لهوتية بين المؤمنين والهراطقة كان الكنيسة تعلن عقيدة ما مثلا عقيدة الأموم الإلهية أعلنت في مجمع أفسوس سنة 431 على أثر الهرطقة النسطورية فكان في حاجة لتوضيح الأمور بعد أزمة معينة الأموم الإلهية هي موجودة في الإنجيل نعم ولما الملاك بشار العضرة وخبرها بدأت تكون أما للعلي نعم البتولية الدائمة هي في الإنجيل نعم كيف يكون ذلك وأنا لا أعرف رجل هي البتولية الدائمة يعني بقيت بتول مش فقط في الولادة لكن أيضا إلى آخر حياتها يعني ما عندوش يسوع إخوة تانين يعني بطم من المتشككين والمشككين نعم يسوع لم يكن له إخوة نعم مريم كانت نعم بتولا قبل أثناء وبعد الولادة نعم لأخر الحياتها وأخيرا عنا عقيدتين في عقيدة الحبل بلاد ناس نعم الآن الكتيسة داما كانت تتآمن أن مريم هي كلية القداسة نعم باناقية باليوناني نعم لأنها ممتلئة نعمة نعم العقيدة هي فقط توضيح لما هو في الإنجيل نعم ولما هو في تعليم الكنيسة كلمة ممتلئة نعمة يعني في الشي مليمتر واحد من الشوائب فيها نعم وتعليم الكنيسة إنها هي كلية القداسة كلية نعم يعني ما في مجال لأي خطأ وخطيئة في حياتها نعم ولم يكن يليق بمن ستكون أم المسيح أن تكون خاطئة لأن القداسة والنجاسة لا يجتمعان فربنا حماها وهذه العقيدة أعلنت سنة 1854 قبل ظهورات لورد بشوي فأعلنت كعقيدة لكن هي مبنية على اعتقاد يعني الاعتقاد يصبح عقيدة نعم بس هذا الاعتقاد مبني على الإنجيل مبني على التقليد كنسي طويل مبني على إجماع الباب قبل ما يعلن عقيدة هو يتشاور مع اللهوتيين يتشاور مع ما كتب قبلهم أباء الكنيسة معلمي الكنيسة فهو يعلن ما هو قابل للإعلان نعم مش إشي من راسو يعني يقوم الصبح يقول اليوم بدي أعلن العقيدة نعم هذا فيش من نقول حكي يعني نعم هو يعلن ما هو مدروس ومؤكد وهذه العقيدة الأربعة أو الامتيازات المريمية نعم اللي بنتكلم عنها معنى عقيدة سيدنا يعني لما بقولون إنه شو يعني إيش معنى عقيدة يعني إنه معناها ممكن اللغوي ومعناها اللهوتي عقيدة جاي من اعتقدة نعم يعني اعتقدة آمنة عقيدة هي حقيقة يجب أن نؤمن بها نعم كما هي كما هي هي أقوى من اعتقاد اعتقاد يعني ظن نعم بينما عقيدة قابل للشكل يعني حقيقة معلنة رسميا من قبل الكنيسة دوغما نعم نعم باللغات الأجنبية هي دوغما فالدوغما هي حقيقة لهوتية ثابتة مثبتة بكتاب مقدس والتقريد الكنيسة وإيمان الشعب نعم سيدنا بالنسبة لإذا بدنا نشرد حياة ستنا مريم العضراء إذا بتلاحظ أنه إذا الإنسان بده يوصل لأنه الإنسان خلق لكي يصل إلى القداسة يعني هذا هو من رسالة الإنسان على الأرض تنوصل للقداسة هل تعتقد أن على الإنسان أن يتعرف على سيدتنا مريم العضراء أكثر لكي يتعرف ويكون ويصل إلى القداسة التي كان يطلبها سيدنا يسوع المسيح إنجيل بيقول كونوا قدسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس نعم القداسة من الله نعم هو النموذج الأعلى نعم لا غبار على ذلك وطبعا يسوع كلمة الله هو إنعكاس لقداسة الآب بدون شكل نعم هل لا قداسة الله تنعكس علينا زي ما نور الشمس ينعكس على القمر نعم للعضراء منحط قداستها بالنفس طبيعة قداسة الكنيسة قداسة المسيح خاصة نعم هي قداسة إلهية نعم قداسة مريم هي قداسة بشرية نعم قداسة مريم هي نتيجة النعمة الإلهية يسوع مصدر النعمة هي متلقية النعمة نعم بالضبط شمس وقمر لكن بيننا وبين العضراء فيه فرق في الدرجة هي من نفس نوعية القداسة الكنيسة لكن فيه فرق بالدرجة يعني القمر بعكس أشعة الشمس أكثر من أي كوكب بعيد آخر نعم لأنه أقرب إلنه نعم فمريم العضراء بسبب قربها من يسوع وبسبب قربها مننا هي تعكس لنا بشكل جلي وواضح قداسة الله وهي نموذج بالنسبة إلنا لأنه هي خليقة فكونها خليقة مثلنا نحن نفتخر ونعجب بالمرحلة المتقدمة من القداسة والدرجة العالية التي وصلتها فهي إذن نموذج عال وسام في الكنيسة لكل مؤمن سيدنا بالنسبة للأشخاص أو بعض الكنائس الأخرى غير الكاثوليكية وغير الأرثودوكسية أيضا اللي بتحيد أهمية ستنا مريم العضراء من إيماننا وعقائدنا وإيمان الكنيسة فهل ضروري أو بعض المتشككين أيضا على أهمية سيدتنا مريم العضراء ضرورة التعمق بحياة مريم العضراء وتكريمها والصلاة من أجلها وطلب شفاعتها ضروري جدا لكي نصل إلى فهم وعمق أكثر لنفهم سيدنا يسوع المسيح وما قام به لأنها شريكة كانت في فداء مسيرة الخلاص وأيضا شريكة يسوع بألامه فعلينا أن نتمثل بسيدة مريم العضراء إذا ما كنا نعرف حياة مريم العضراء كيف نتمثل بها وبأعمالها لكي نصل إلى القداة اللي كان يطلبها يسوع المسيح هون لابد من توضيح بخصوص سيدتنا مريم العضراء هي ليست مثل علبة مجرد علبة فيها جوهرة ناخد الجوهرة العلبة بالملهاش قيمة نعم أو صدفة فيها لؤلؤة لؤلؤة منطلعها الصدفة من كبهة ربنا ما بتعامل مع أحبائه زي ما الصياد بتعامل مع اللؤلؤة نعم أو الصدفة يسوع نفسه كرم إمه لماذا نحن لا نكرمها يعني بأبسط الأمور بيقان الجليل مظبوط حدث فريد من نوعه وحيد لكن كافي فهمنا حقائق عظيمة أول معجزة عملها يسوع نزولا عند رغبة أمه حتى هي ما طلبت منه رسميا إحمان معجزة قالت له لم يبقى عندهم خمر فهم لحاله طلب أمه بالنسبة له أمر طبعا حكى لها ما لي ولاك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد هنا في ناس بفهموها بشكل سلبي لا لما حكى لمريم ما لي ولاك يا امرأة الواقع عظمها كيف عظمها حتى نفهم شو المعنى العميق لكلمة يسوع مالي ولاك يا امرأة مفروض نفتح بنفس الوقت سفر التكوين ونفتح بنفس الوقت يوحنى 19 نعم ونملاقي ثالث لوحات كل لوحة تضيء الأخرى في اليوم السادس من الأسبوع الأول للخلق ربنا خدم خلق حوى وآدم سماها امرأة نعم أي أم الأحياء نعم أم الأحياء جميعا هذه اللوحة الأولى اللوحة الثانية في قانا الجليل كان اليوم السادس من الأسبوع الأول من حياة يسوع العلنية نعم يسوع سماها امرأة إشارة إلى أنه آدم الثاني الذي يسمي حواء الثانية الجديدة يسميها يمرأة نعم يعني أنت أم الأحياء نعم أم المقدسين أم المخلصين أم الذين آمنوا بالإنجيل اللوحة الثالثة هي يوحنى قرب الصليب ومريم قرب الصليب يسوع الأم يمرأة هو ذا ابنك نعم وحكى لا يوحنى هذه أمك معناة أمومة مريم أصبحت واقع هي أم الأحياء من خلال أنها أم ليوحنى وأم لكل تلميذ زي يوحنى واقعهما سلمها فقط لا يوحنى وسلمها لكل من يمثلهم يوحنى إحنا منهم يعني يوحنى كان يمثلنه ويمثلكه في تلك اللحظة أصبحت أمًا لنا جميعًا فإذا يسوع كرمها وعملها أم ما أعطاها لقب شرف أعطاها لقب حقيقي يعني ما يقول ويقول ما يعني ومنذ ذلك الحين والشعب المؤمن ينظر إلى مريم كشفيعة وكنموذج إذا مدة 21 قرن الكنيسة نظرت إلى مريم بنظرة الاحترام هادي من نحن حتى نغير نعم ونحن نعرف أنه تقليد كنسي طويل له قيمة إيمانية راسخة فمش ممكن إحنا نغلط مدة 21 قرن ونقول إحنا غلطنا في تكريم مريم ومريم ملهاش علاقة فينا إحنا علاقتنا مباشرة مع الرب مع الله ومع السيد المسيح معناته وين نروح القدس بشتغلش الكنيسة انحرفت عن التعليم لأنه طلع أكم من شخص ادعى العكس يعني الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والكنائس الخلقودينية وكلها بتآمن بشفاعة مريم الآخرية وحتى الكنيسة الأنجليكانية يعني تصلي لمريم قليلين هم المسيحيين الذين ينكرون مكانتها وشفاعتها نعم فإحنا من ناديهم من قلهم ارجعوا لتاريخ الكنيسة وتحققوا من ذلك نعم فعلا سيدنا نحن طبعا كل الأشخاص الموجودين على مش أدري أحصرهم على الفيسبوك على التفاصل الاجتماعي من حي كل أبائنا الكهنة الموجودين وبصبحه عليك كمان شكرا شكراً للمداخلة أدريانا أدريانا سلوكجي هذا الصباح هذا الصباح معنا هي محداد العقيدة الكنيسية وضعت من قبل أشخاص أشخاص وليست من قبل الروح القدس هذه بعض المفارقات التي تحصل بناتنا هي من الروح القدس كلما عقائدنا تفسير كلمة عقيدة وهو الاعتقاد والحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده والجمع عقائد وتعنم عقد الإنسان عليه قلبه جازماً به من الأفكار والمبادئ فهو عقيدة سواء كان حقاً أو باطلاً وتستخدم الكلمة الإشارة إلى الاعتزاز برأي معين تفسير لغوي شكراً يا أبونا عفيف على التفسير اللغوي وهو ما تفضل به شكراً أبونا عفيف تفضل به سيدنا ويليام يعني كلامي أنا مش عقيدة وهو ما تفسير اللغوي نعم مثل ما حكاً فالعقيدة دخلت الكنيسة بعدما جئ السيد المسيح بستمائة سنة نعم ياهيام طبعاً هذا شيء مدروس ومثل ما ذكر سيدنا ويليام أن العقائد نتجت أو طلعت فيها الكنيسة لما بيصير في بعض المفارقات أو بعض الجدل في موضوع ما فالكنيسة بتبحث في هذا الشيء مثل التحقيق وبعملوا انبستيكيشن وتحقيقات والدراسات واللهوتين والمتخصصين والفلاسفة أيضاً أنهم بدرسوا هذا الموضوع وبيطلعوا بزبدة هذا الموضوع برأي معين ويكون عقيدة حيث لا شك فيه لأنه بيكونوا عاملين دراسة حوله بشكل وافي كامل بيطلع للمؤمنين عقيدة وعلى المؤمن اللي بيؤمن في كنيسة ربنا على الأرض أنه يؤمن بما كل العقائد اللي بتطلعها الكنائس فصباحكم نور جميعاً أصدقانا فشباب الكنترول روم نطلع فاصل نريح سيدنا شوي ونرجع لكم مرة أخرى في موضوع عقيدة انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد يا مريم يا نايا ألحان السماء إني بوجهك كل آن محدق ينسى بعدرك في حنايا أضلعين وشذا حنانك في الخليقة يورق حبي لك قلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يهرق يا قوتي وحديقتي وسعادتي بابي على الإثم بفضلك مغلق قبطان أنت في الخطم الهائج والنجمة والقبلة والزورق إن أذخنت نفسي جراح الحيرات يمناك تمسكني فلست أغرق يا مريم يا نايا ألحان السماء إني بوجهك كل آن محدق ينسى بعدرك في حنايا أضلعين وشذا حنانك في الخليقة يورق حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يهرق كنت وأنت دائماً أنشودتي ولغير لحنها لا يحل مسمعي وإليك صمتي فاقبليه معبراً عما أعي وعمما قد لا أعي يجتاحني رجوع إلى الطفولة إن تهت عنك فضحوض مدمعي أنت السراج السرمدي لهيكلي صار الجمال بوحي حبك مطمعي يا أمي فيك مرتجى ما أشتهي يا مرفقي يا بسمتي يا مرجعي إنهبتي غاب الله يا سر الصلاة لا مستحيل عندي ما دمتي معي عدنا إليكم أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى تلفزيون تل المير ونورسات منصبح عليكم مرة جديدة صباحكم نور ومعنا سيدنا وليام الشوملي وهو النائب البطرياركي للكنيسة اللاتين في الأردن منصبح عليكم ونرحب فيك مرة تانية خاصة بعد الفاصل واللي نضمو لنا كمان على الشاشة وعلى صفحتنا واللي عم بيشاهدونا هلأ ببث مباشر طبعاً نحن مستعدين لاستقبال أسئلتكم وأيضاً كمان اللي بتكتبوه على الفيسبوك عم نراجحها أول بأول وسيدنا وليام بيحاول أن يجاوب عليها من خلال الأسئلة ومن خلال الكلام اللي يدور في هذه الحلقة مش أدري أصبح عليكم واحد واحد وأذكركم زي ما دائماً بوعدكم لكن أكيد أنتوا في القلب ودائماً وجودكم معنا بيشرفنا وبشرف وبفرحنا كمان في هذا الصباح المبارك ونحن نحتفل بهذا الشهر المبارك بشهر مريم العدراء وعقيدة انتقال السيدة مريم العدراء بين نفس والجسد تحدثنا بالبداية عن العقيدة ومعناها ومن أين جاءت وتاريخها لكن الآن كمان في بعض الأسئلة رح نغلب سيدنا فيها ونجاوب عليها سيدنا حكيت أنت أن السيدة العدراء وهي شريكة في الخلاص خلاص مسيرة الخلاص ودورها كان شارة يسوع المسيح والولادة وفي بعض زي ما حكينا اللي بنهوها أنه خلاص انتهى دورها لكن هي مستمرة في المشاركة والفداء ومعنا في الكنيسة وأيضا معنا إلى منتهى الدار وخاصة بعقيدة الانتقال إنها ربنا يسوع المسيح طوب ومجد أمه في السماء إنه نقلها في النفس والجسد مثل ما حكيت إنه قصة توما كيف شاهدها في السماء منؤولة على أيدي الملائكة في النفس والجسد وما لقوا جسدها بالقبر لما فتحوا عليه ولقوا بداله الزهور والورود والرائحة الطيبة الزكية حتى كمان وجود التلاميذ خبرنا إنه كان فيه أعجوبة إنه كلهم كانوا منتشرين فيه عم بيبشروا بأنحاء العالم بالكرة الأرضية اتجمعوا بشكل أعجائبي حسب طلب سيدتنا مريم العذرة إنهم يكونوا متواجدين عند رقادها أيضا حكيتنا معنى الرقاد ومعنى إنه هي توفت يعني سلمت الروح مثل أي إنسان بشري مريم العذرة لكن رفع جسدها بالجسد الزمني اللي أعطاه يا ربنا إنه إلى السماء سيدنا ذكرت أنت بشكل العلاقة الكتابية بين حواء الأولى وحواء الجديدة أي مريم العذرة يعني ممكن من هذا العلاقة نعطي ونضوي على أهمية وجود سيدتنا مريم العذرة في استمرارية حياتنا حياة الكنسية أيضا إنها تعرفنا على يسوع أكتر فأنت وضحته بموضوع الصور الجميلة اللي ذكرتها من سفر التكوين حواء الآية اللي ذكرتها ما لي ولاك يا امرأة فهي كانت معنا امرأة يا أم الأحياء وأيضا سلمها تكون أم البشرية لما سلمها لا يحنى المعمدان عند الصليب قالها يا أمرأة هذه أمك هذه يحنى هذه أمك فمن هنا منلاقي إنه مريم تدرجت في حياتها وحياة يسوع المسيح خلال 33 سنة إنها وصفها أم الأحياء وأيضا إنها هي أم الجميع كأم زي ما معنى الأمومة اللي مناخدها البشرية لما سلمها لا يحنى سيدنا فيه كثير طبعا فيه آية تفسير الآية ولم تعرف تعرف رجلها حتى ولدت ابنها البكر كلمة هوني حتى ماذا تفسرها نعم أول شي الآية ابنها البكر الابن البكر يسمى بكر في العهد القديم ومطلع العهد الجديد لمجرد إنه الأول بغض النظر إذا عنده إخوة ولا لا هو البكر نعم البكر يعني نمبر ون بغض النظر أجاء أخ أخت أو ما أجاهوش نعم هلا كلمة حتى لا تعني إنه بعد صار العكس يعني الواحد ممكن نقول لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر يعني بعد ما ولدت ابنها البكر عرفها طب عندي مثل تاني زوجة داود ميخال لم تلد حتى ماتت موجودة في صموئيل لم تلد حتى ماتت يعني بعد ما ماتت ولدت أبدا مضحك نعم لا يعني هي لبلوغ ذلك الحد ما صرش إشي نعم بعده مش مذكور نعم أو أنا أكون معكم حتى منتهى الظهر يعني بعد منتهى الظهر ببطل أكون معكم نعم وسأبقى معكم حتى منتهى الظهر يعني بعد منتهى الظهر ببطل معكم لا سأبقى معكم فكلمة حتى هنا لا تعني أن ما سيحدث بعد ذلك يعكس الحدث الأول فقط إنه من هون لهون هيك صار بغض النظر بعدين طبعا هذا التفسير بناخده من قراء أخرى في الكتاب المقدس أوضح واحد بالنسبة لي قصة ميخال زوجة داود التي لم تلد حتى حتى ماتت ماتت أو لم يعرفها زوجها أنه كتير هذه الجمية بيأخدوها الكنائس المشككة في أهمية مريم العضراء بتاخدها أنه هيا كلمة حتى يعني ولدت ابنها وبعدين أنه صار عندها ولاد ثانية يضاف على ذلك أنه الإنجيل بيحكي عن إخوة يسوع إذن شفته نعم هاي قرينة ثانية تعطيناها إخوة يسوع لما إحنا بنعرف أمهاتهم ما تبطلوا إخوته نعم هناك تفسيرين في ناس بيقولوا هم إخوة يسوع من مار يوسف يعني مار يوسف كان أرملا نعم عنده أربع ولاد لما تزوج مريم العضرة صاروا إخوة يسوع هذا اعتقاد بعض الكنائس التقليدية نعم نحن بنقول أنه يوسف كان بتولا نعم و إخوة يسوع هم أولاد عمه وأقاربه هيك الاعتقاد نعم القديم هم إخوة يسوع وأقاربه باللغة العربية نحن كتير نستعمل كلمة يا أخي نحكيها للغريب والقريب يا أخي اللي بيزعلني بقوله يا أخي اللي بيبسطني بقوله يا أخي اللي شو بدأقول بنطقدني بقوله يا أخي و بنحني بقوله يا أخي وبعدين في أمثل بالعربي أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي وكم من أخ لم ترده أمك فكلمة أختعني قريب ابن عم فلين لنتفهم معنى أخ بمعنى أقرب يسوع بس كل ما هنالك خصوصاً أننا نعرف أمهاتهم نعم في وضوح نعم سيدنا أخوة يسوع اللي تم ذكرهم في الكتاب المقدس يعني هلأ أنت حكيتنا أنه بالنسبة لموضوع الأخوة اللي هي عبارة عن القرابة القريبة القرابة الأولى مثلاً بقول لك ابن عم دموية دموية الأولى أو ابن عم التاني أو إلى آخره ممكن أنه يتأخذ هذه المعاني طب ليه ما طلعت الكنيسة مثلاً تفسير أو بموضوع الأخوة وحتى تضحض هاي الأخبار أو الكلام عن أخوة يسوع وجودهم الحقيقي في حياة يسوع المسيح أو بوجودهم حوالي خاصة أنه ثبت وجودهم لما على الصيب هذه أخوتك في الخارج ينتظروك وقتا لما قال من أمي ومن أخي يعني هوك حتى كمان بكلامهم أنه ما أنكر أو من هم أخوته هوك من أنكر أمه ومن هم أمي ومن هم أخوتي نعم أنه كل من يعمل كلام ربنا ويسمعهم أبي وأمي وأخوتي لا الاعتراض قوي أنه يسوع عنده أخوة نعم إذا أنا بفهمه بعقلية غربية الأخ يعني الأخ نعم هذه قصة نعم بس إذا بحاول أفهم الحقيقة بعقلية القرن الأول للميلاد نعم لأن الكلمة قيلت بالقرن الأول فأنا ما بشرحها حسب ما بيقول المنجد أو محيط المحيط نعم أنا ما بشرح كلمة كيف تستعمل اليوم نعم بشرح الكلمة كيف كانت تستعمل قبل عشرين قرن نعم قبل عشرين قرن كان أولاد العمي سمهم إخوان إخوان نعم فهذا التفسير وهيك الكنيسة فهمت نعم أو كيف أعلنوا العضرة بتول دائمة نعم كان في عندهم أخوة أثبتوا أنهم ومثل ما أنت تفضلت إذا كانوا أمهاتهم معروفين فهون بطل موضوع أنه أخوك يعني أنه إذا إما أمه معروفة هذول الأخوة هلا اللي بيقول ماريوسف كان عنده أولاد قبل بس بده إثبات نعم يعني أي شيء يؤكد بدون إثبات ينفى بدون إثبات نعم نعم وبتظلها هي نظرياً ممكن نظرياً ممكن بس هم عادةً بيقولوا هيك حتى يقولوا يوسف لما اتزوجته مريم كان اختيار عنده أولاد كبار فمعناته حمى كأرمل حمى بتولية مريم نعم أوكي تفسير تقوي بس بده إثبات فقط نعم نعم إثبات على ذلك نعم سيدنا لماذا أوصى يسوع العذراء بالعيش مع يحنى المعمدانة والحنى الحبيب طالما لديه أخوة وأولاد عم طبعاً كمان هذه أنا زدتها إنه مدام إله أخوة وأولاد عم ليش أعطاها ليحنى الحبيب نعم بكل بساطة في سببين السبب الأول يحنى الحبيب ابن سلومة وسلومة أخت مريم العذرة حسب يحنى يحنى الحبيب نعم يحنى الحبيب ابن سلومة نعم هذه اللي أجت عندي يسوع في أحد الأيام وشوشته بكل جرأة ما هو ابن أختها بتمون نعم ابن العيلة العشيرة فأجت بعقلية عشائرية مدام أنا خالتك وهذول أولادي يعقوب ويوحنى نعم ليش بتخلي واحد عيمينك واحد عيصارك نعم والتانيين فشروا شو إلهم فينا نعم نعم نحن قرابة هذي العقلية قارية القرابة اليوم موجودة يعني المحسوبيات والعشائرية لأخير نعم نحن أولاد عشيرة لازم ندعم بعض وإحنا قرابة هذي الشغلة كمان موجودة بالقرن الأول موجودة دائما يعني هذا هو نعم طبعا اليوم في عقلية جديدة للكفاءة الكفاء بوخذ المنصب مش لأنه ابن فلان وفلان هي بنفس العقلية القديمة أجت تقول خلي ابني واحد عيمينك واحد على يسارك في ملكوتك يسوع طبعا كسفها ولا بنها خالته نعم قالها أعطاهل في النصيب من أراد فيكم أن يكون كبيرا فليكن لكم خادما وقال لها أولادك لازم يشربوا الكأس قال بيشربوها فالمهم يسوع ما أعطاهاش اللي بدهية وهذا أزعل التلميذ التانين نفس سلومة إذن كانت موجودة مع يسوع في عدة مناسبات نعم ومذكور أنها بنفس الوقت أم يعقوب ويحنم وأخت مريم أخت مريم ويعقوب هذا ابنها مذكور من إخوة يسوع نعم إذن هو ابن خالته نعم وابنفس الوقت من إخوة يسوع وواضح أنه ابن الخالي صار أخ نعم مش بس أولاد العام نعم أولاد الخلال يعني هذولي بيثبت أنه موضوع الأخوة القرابة الدم أو الصلة كانوا يوخدوا كمان أنه مثل الأخوة السبب الثاني نعم هو شخصية التلميذ الحبيب يحنى كان تلميذ لطيف جدا كل الصفات الحلوة فيه ناعم مضياف ابن عيلة خلوق وكان يحب يسوع محبة أكثر من كل التلميذ يعني لما يسوع تجلى في المجد يحنى كان هناك نعم لما يسوع نازع في بستان الزيتون يوحنى كان هناك الوحيد اللي كان تحت الصليب يوحنى نعم طب يعني يسوع ما كانش عنده اختيار آخر بده واحد شجاع كلهم جبنة هربوا نعم يسلم أمه لواحد جبان مش موجود نعم لازم حريته نعم وجد فقط يوحنى نعم قدامه نعم الظروف كلها تحتم على يسوع أنه سلم أمه لشخص أمين مين أمن في تلك الظروف من يوحنى نعم فسلم أمه ليوحنى بكل بساطة نعم نعم فعلا يعني مثل ما أنت تفضلت هو اللي كان موجود لو كان بطرس أو بولو أو يعقوب أو أحد ممكن كان سلمهم لكن اللي كان موجود هو يوحنى سيدنا يعني تداركنا الوقت بالحديث عن الموضوع وحديث الشيق إحنا ذكرنا أنه تاريخ وفاة السيدة العذرة هل تم يعني تحديد وفاتها اللي إشي مش في الإنجيل بحاجة إلى أنه نحذره نعم فيه تقليد قديم يقال أنه العذرة مريم ماتت وعمرها تقريبا 72 سنة يعني بعد صعود يسوع بنقول بـ 20 سنة تقريبا عاشت دربت الرسل رفقتهم كانت أم إلهم والخلاف على المكان أين ماتت المريم الاعتقاد الأقوى إنها ماتت في القدس على جبل الزيتون ودفنت في أسفل جبل الزيتون جنب الجسمانية نعم في كنيسة لإخوتنا الروم الأرثوذوكس نعم هناك يكرم قبر العذرة ومن هناك صعيد انتقلت إلى السماء بعدين لاحقاً عملوا كنيسة الرقاد للأباء البنديكتان على جبل صهيون هناك أيضاً منذ قرون قديمة يكرم رقادها هذا من ناحية من ناحية تانية فيه اعتقاد آخر إنه كون يحن بشر في أفسوس ومات هناك فالأرجح إنه العذرة أيضاً ماتت في أفسوس ولها الحجاج بيزوروا بيت العذرة في أفسوس ومحل ما فيه الآلهة ارتميس نعم اللي هي أم الآلهة نعم فهو جميل إنه مقابل ارتميس اللي كانت آلهة مشكوك في أمرها في العذرة مريم أم المسيح يعني القديسة نعم فبين الامتيازين بين الاحتمالين الأرجح إنه العذرة مريم ماتت في القدس ودفنت في القدس وانتقلت من أورا شليم الأرضية إلى أورا شليم السماوية آمين مجد اسمها وشكراً سيدنا على تواجدك معنا لهذا الصباح في برنامج صباحكم نور ونتأمل أنه يكون فيه لقاءات أخرى أيضاً قريباً ونحن نعرف أنك أنت ستنتقل إلى مهمة جديدة إلى الرجوع إلى الأراضي المقدسة فنحن نشكرين وجودك معنا وإن شاء الله منظلنا على تواصل حتى لو مجددت في الأراضي المقدسة إن شاء الله إن شاء الله وأنتم أعزائنا المشاهدين والمتابعين نحن نشكر متابعتكم وتواصلكم معنا وكنا مع سيدنا النائب البطرياركي المطران وليام الشوملي المطران اللاتين في الأردن منحييكم في هذا الصباح ومنشكر كل اللي كانوا على الكنترول روم بلبنان والأردن صباحكم نور وإلى اللقاء في حلقة جديدة يوم الثلاثاء القادم بنفس المواعد الساعة التاتعة صباحا فإلى اللقاء شكرا سيدنا شكرا إليك للمستمعين شكرا للجميع شكرا شكرا للمستمعين حنّي علينا يا عدرة جينا لك بقلب طهرة حنّي علينا يا عدرة انت الأمّي المبتد خلّي عن أولادك بالمرّة انت الأمّي المبتد خلّي عن أولادك بالمرّة اشفع فينا يا عدرة عند الفادي كلّ يدرة من ينقذني ومن يرشدني من يرفعني من الحفرة من ينقذني ومن يرشدني من يرفعني من الحفرة جينا لك بقلب طهرة حنّي علينا يا عدرة جينا لك بقلب طهرة حنّي علينا يا عدرة انت الأمّي المبتد خلّي عن أولادك بالمرّة انت الأمّي المبتد خلّي عن أولادك بالمرّة